اهلا بحضراتكو دايما بتجدد الموعد دايما في بلاط صحبة الجلالة حول جولة صحفية نشوف أبرز المنشطات الخاصة بصحف اليوم بيرفقنا في هذا التحليل سوز ناصر حسين الكاتب الصحفي بجريدة العالم اليوم وعضو الاتحاد الدولي لصحفين مشارفنا سوز ناصر اهلا بك اهلا بك سوز ناصر اكيد طبعا الموضوع الطاغي على السحة هو طبعا اكتياز يعني الحكومة لثقة البرلمان او حوزها لثقة البرلمان هناخده من الاهرام لنشوف الحكومة تكتاز اختبار البرلمان اسماعيل ملتزمون من تنفيذ توصيات النواب وتقرير كل ستة اشهر وعبدالعال ثقتنا في الحكومة جاءت لما قطعته من عهود لدفع عجلة التنمية الاقتصادية اكيد يعني خطوة مهمة او خطوة اعتبر لبعض خطوة متوقعية يعني كان نواب يقولوا ان ندي فرصة لمجلس الوزراء او لهذه الحكومة ان هي نشوف اداءها ايه لان هي مبلهاش فترة طويلة برغم ان فيه طبعا تعليقات وفيه بعض العيوب اللي شابت بيان الحكومة لكن هم قالوا هناخده في الاعتبار بموافقة 433 نائب وامتناع 38 اخرين عن تصويت عن رفض البيان وخمسة امتناع عن تصويت وده كانت نتيجة نهائية للخطاب الخاص بالحكومة شايف مجمع الاوضاع والابرز الثغرات وهل كان لازم الخطاب ده يتعرض على الشعب اولا ان احنا ما نعرفش ايه تفاصيل الخطاب ايه اللي جرى او ايه التوقيتات اللي هي افتقدها الخطاب يعني كان لازم نعرف ابرز تفاصيله حتى او حتى المعالم الرئيسي الخاصة في هذا الخطاب هو بالطبع يعني بيان الحكومة عليه كثير من الملاحظات ودر جدل كثير من الخلاف حوله حول منح السقة ام لا وصراحة يعني موظم نواب البرلمان لم يريدوا ان يكون هناك ازمة في عدم منح السقة ان الدستور ممكن بيعطي حق طرح السقة او منح السقة لكن على اعتبار ان هذه البرلمان لأول مرة يارض عليه بيان الحكومة وضر فيه مناقشات كثيرة لكن اكيد فيه ملاحظات كثيرة على بيان الحكومة فيه وعود مش تنفيذ يعني كان بيتقال من ضمن بيان الحكومة سوف نجذب عشرة مليون سائح هذا رقم كبير يعني غير مطلع اكثر حتى وصدقنا لأفين وعشر بالضبط يعني كان الرقم يعني ده اصار تساؤلات كثيرة ده بحجيبهم ازاي والوضع اللي احنا فيه فيه وعود كثيرة لكن هو يعني ما اتفق عليه في البرلمان ان احنا نعطي فرصة للحكومة لتنفيذ وعود قطعتها على نفسها وبالتالي كان رد رئيس المجلس المستشار علي عبدالعال انه يكون فيه لجنة متابعة متابعة دورية بالصفة كل ست شكور لما نفذته الحكومة وما قطعته على نفسها من وهود هذا ما ننتظره لكن بصراحة فيه اشياء كثيرة لم تحقق وهناك ملاحظات كثيرة ووعود نتمنى ان تنفذ يعني الفلسفة كانت انت وعدت بكذا طيب خلاص انا هتديك الفرصة وشوف سوف تعد بذلك ام لا لدينا مشاكل كثيرة في قطاع الصحة في قطاع التعليم في موضوع الركود في السياحة الدولار بالزبط يعني متلاحقة يعني حتى بعض الصحفين كان كتب ان الرئيس السيسي بيسير بطائرة او بصاروخ في انجازاته لكن الحكومة بطيئة جدا في المقابل وبالتالي يجب ان تسرع الحكومة من خطواتها بما يواكب اهداف وطموحات الشعب المصري والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي طب سوز مصر هل سؤال بس اللي بيترح نفسه يعني الشعب ما عندهش خلفية عن البيان يعني ما كانش فيه ملامحة تعرضت يعني كل اسم معناه او حتى المتخصصين ابرز المتخصصين كل سمعون الموضوع بيفتقد للتوقيتات دي حكومة الاقراض يعني الموضوع فتفاضة موضوع عامة كان لازم يطلع البيان او ينشر بشكل مفصل الناس تقرأ و تبدي رأيها ولا كان الاكتفاء بنواب البرلمان فقط يعني كان لازم برضو الناس لا طبعا هو المفروض ان يبقى فيه عرض مجتمع لهذا البيان انه ده بيان يخص الشعب وكان مفروض يبقى فيه طبعا دور لوسائل الإعلام والصحافة في ابراز هذا البيان لكن المعلومات المتاحة حتى للصحافة والإعلام لم تكن مناسبة او كافية المتاحة كل النقاط وتشرح ويخرج المسؤولين على وسائل الإعلام للناس ويشرحوا لهم نقطة نقطة لدينا مشاكل بالفعل يعني المواطن يلمسها كالنار التي تسخن جلده او يشعر بها اولا في موضوع ازمة الدولار ازمة حدة جدا وارتفاعها بطريق غير بالضبط يعني هنرفع هينعكس هذا على رفع الاسعار بطريقة نارية شديدة جدا لابد من الحكومة ان تتوقف تماما في موضوع الدولار ايضا موضوع الركود السياحي موضوع الروتين موضوع حتى جذب الاستثمارات الاجنبية موضوع انجازات الحكومة وخطواتها وتنفيذها على كافة القطاعات سواء في قطاع الصناعة حل ازمة اصحاب المصانع والعاملين المصانع المغلقة بالضبط فين انجازات الحكومة اللي نقدر نتكلم عليها يعني المفروض فعلا يبقى في محاسبة حقيقية للحكومة لكن على ممي الفرصة يا سيدة الموقف هو المصطلح عليه وما قاله يعني اعضاء مجلس النواب ان نعطي فرصة للحكومة لتنفيذ ما قطعته على نفسها من عود وبالتالي يعني لازم ان تكون فيه متابعة دورية وبانتظام للحكومة اذا لم تحقق ما وعدت به هنا يجب ان تكون هناك وقفة حتى لو وصلت إلى طرح السقة طيب كان عندنا زيارة بالامس زيارة مهمة لوزير الخارجي الأمريكي التقى جون كيري بنظيره المصري سامح شكري كان أول طبعا موضوعات كثيرة جدا خلانا أراه ونشوف الخبر ضمن الوطن كيري الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استقرار مصر والرئيس بيلتقي ولي عهد أبوظبي اليوم ومصادر بحث استثمارات إمراتية بملياري دولار وكمان فيه تشاور وتنسيق بين البلدين لموجد التحديات في ظل ما تتعرض لهم منطقة الشرق الأوسط من توتر والتراب طبعا ده جاي من عنوان جريد الوطن أعتقد أن هي برضو زيارة مهمة والزيارة تتواكب أيضا مع زيارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما للسعودية لحضور طم الخليجية وسبقها طبعا زيارة من وزير الدفاع أشتون كارتر للقاء بالنظراء والخليجيين أعتقد فيه ترتيب أوراق في المنطقة من جديد أستاذ ناصر الولايات المتحدة بقد بدأت أقدامها مهزوزة في المنطقة بعد الشيء في ظل طبعا نفوذ إيران ونفوذ روسيا في المنطقة وفي القضية السورية على وجه التحديد أعتقد فيه اتزاز كبير بتحاول الولايات المتحدة أنها تلملم أوراقها من جديد تقرأ الزيارة ده إزاي أستاذ ناصر هو أولا الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وقوة كبرى مهما تم حتى عدم مؤامتهم أو علاقتهم القوية بمصر وحتى قضية التمويل الأجنبي وبعض المراكز النشطة اللي هما هربوا من مصر لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستغني عن علاقتها بدولة محورية في المنطقة مثل مصر وأيضا مصر لا تستغني عن علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية خلينا نبقى واضحين يعني ما فيش هي اسمها قطة لألاقة أو الجمود هي مصالح متبادلة مصالح متبادلة مصالح متبادلة فيش يعني أنا ألاحظ أن بعد ما إحنا عملنا قناة سويس الجديدة جالنا 150 رجل أعمال أمريكي من كبار أصحاب الشركات العالمية الأمريكية الكبرى لأن هما عرفوا أن مصر يديها على محور استراتيجي هو قناة سويس الحاجة التانية لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستغني عن مصالحها في المنطقة وبالتالي لقى صابها بعد تشوش زي ما حضرتك قد أولا العلاقة مع إيران بدأت تتصلح شوية لكن لازالت فيه خلافات مبارح فيه المحكمة الأمريكية العولية بتفرض غرامة على إيران بسبب تورطها في عمليات إرهابية من عام 83 يعني هما بيفتشوا في الأوراق القديمة في نفس الوقت الوضع في سوريا وتحكم روسيا في الوضع في سوريا خلال الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ لتفاوض مع روسيا وصول الحل لكن مصر كدولة قائدة في الدول العربية مصر موجودة في المنطقة بالتالي لازم يكون في علاقة صلة سياسية موجودة بين البلدين وبالتالي هو جون كيري جي ووزير الخارجية وقابل الرئيس السيسي كمان وبالتالي ده بيتواكب فعلا مع حضور أوباما للقمة الخليجية لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستغني عن العرب العرب هم من ينتجون البترول العرب هم من يتوجدون في وسط العالم وبالتالي أنا أعتقد الزيارة فعلا ستعطي منحة جديد للعلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اللي شبهة بعض التوتر الآن العلاقة صافية أكثر من الأول العلاقة ستبدأ منحنة جديد لتقوية العلاقات ما بين البلدين وأعتقد أنه سيبقى فيه زيارات متكررة لمسؤولين أمريكان في المنطقة وده سيدينا منحة جديد في العلاقات في أن نحن نبتدي نقترب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نستغني عن الولايات المتحدة الأمريكية كطرف دولي كبير ولكن مصر دايما وده بعد سهور التلاتين ينوه بقى فيه سيادة دولة زاد سيادة تعلمنا أن نحن نقول لا ما بقاش فيه تبعية زي ما كان في الماضي مصر فعلا بتعترض على بعض قرارات المتحدة الأمريكية نحن نحز